تاني مهم والسوشيال ميديا كلها تتكلم على ايه موضوع افشا ايه ما حصل ايه اللي حصل وايه الموضوع وايه الفيفا تدخل وقال ايه الاتحاد الدولي سبكم من الكلام اللي اتقالي الناصل الاتحاد الدولي بعد بناء على الكتب في السوشيال ميديا كلام ده من الصح على فكرة الاتحاد الدولي اتحرك بناء على شكوى رسمية خذوا الكلام ده على مسؤوليتي الاتحاد الدولي اتحرك بناء على شكوى رسمية زي ما الاتحاد الدولي اتحرك في موضوع الهلال السوداني بناء على شكوى رسمية من نادي الهلال ووقتها الاتحاد الدولي طلب من الاتحاد الافريقي التحقيق في شكوى الهلال السوداني واتخاذ قرار خلال ثلاث شهور الاتحاد الدولي ولجنة الاندباط ما بتتحركش في الاطار ده إلا ما بيجالها شكوى رسمية والغاية اللحظة دي على متواصل مع أحد الأعضاء في اللجنة القضائية في الفيفا لمعرفة مين لطرف الشاك لأن الكلام اللي تقال أصد فيه حد عمل مينشن للفيفا في بعض البسطات والتغريدات على تويتر بخصوص الاحتفال كلام ده مش حقيق جمع فيه شكوى رسمية راحت للاتحاد الدولي إلا حصل لجنة الاندباط في الفيفا اللجنة القضائية بعتت الاتحاد القرى بالطلبه بالتحقيق في الشكوى دي واتخاذ قرار خلال تسعين يوم التحقيق في الشكوى واتخاذ قرار خلال تسعين يوم الفيفا ما طلبش النادي الأهل يرد الفيفا طلب ان اتحاد القرى يعرف ايه تفاصيل الموضوع وحيسياته ويتخذ قرار خلال تسعين يوم وفي نفس الوقت الخطاب ده اللي اتبعت لاتحاد القرى بعد التواصل مع مصادر في اتحاد القرى يعني قالوا لي ان الخطاب ده نسخة منه راحت للنادي الأهل ولكن النادي الأهل مش مطالب بتحقيق اللي مطالب بالتحقيق واتخاذ قرار هو الاتحاد المصري فالاتحاد المصري هيسمع من الأهل ويسمع من اللاعب والمفروض يتخذ قرار يعني انا هنا بحذر اتحاد القرى لان المرحل اللي استاذ عامر حسين قال كلام خطير جدا على فكرة فكرة انك تاخد رد الأهل وتبعته للفيفا انت هتعمل مشكلة اكبر من مشكلة موجودة اصلا لا تسقر يعني موضوع افشي اساسة لو تحقق فيه واتخد قرار موضوع لا يسقر بس اتحاد القرى لو خد رد الأهل وبعته للفيفا هو كده بيقول للفيفا انا مش اخد قرار خد انت القرار وهنا هتبقى مشكلة كبيرة اعمل زي ما الاتحاد الافريقي عمل هو الدك مهلة للتحقيق واتخاذ القرار يبقى انت كاتحاد قرى تاخد رد النادي الاهلي وتاخد رد اللاعب على الموضوع وهو هيشرحه لك والفيتش واضح جدا مالوش علاقة بالعلامة ولا الامور اللي الناس حاب يتدخل فيها النادي الاهلي طرف او افشى طرف لان افشى اساسا لو سألته مش هيعرف اصلا دي علامة مين وبتكلم عن ايه دي نقطة واضحة للكل والناس كلها عارفاها ولكن اتحاد القرى لو ما خدش قرار في التسعين يوم ساعتها تبقى للوايح الفيفا وتبقى للخطاب المرسل من الفيفا لجنة الانضباط في الفيفا هي اللي هتناشى هذه القضية وساعتها اتحاد القرى هيكون خلى الفيفا ياخد القضية لأبعاد تانية يعني اتحاد القرى لو عايز يقفل القضية وشايف ان القضية اصلا لا تستدعي كل هذه التفاصيل يدرس الخطاب اللي جايله من الاتحاد الدولي ويحقق في الموضوع ويتخذ القرار ويبعت القرار بحاسياته للفيفا الفيفا على طول ادخل القرار وتقفله بس خلاص انت نفست المطلوب منك خلال مولد التسعين يوم لكن تقولي حاج عامر ان مستنين رد الاهل عشان نبعاته للفيفا لا دا انت كده بتصعد الموضوع وبتعمل مشكلة اكبر من الحقيقة خالص يعني الكيس دي او القضية دي حصلت زيها بالضبط في الهلال السوداني الهلال اشتاكل اهلي في الفيفا والفيفا رجع للاتحاد الافريقي وداله مهل للرد واتخاذ القرار والاجتماع تم في الكاف واتخذ قرارات وتم رفض الشكوى العنصرية وقتها لان كانت شكوى كيدية والكاف بعد دا للاتحاد الدولي والاتحاد الدولي اغلق الملف الملف تقفل بعد الملف ما تقفل خلاص بقى الهلال عايز اشتك يروه المحكمة الرياضية عنده قصة تانية لو عايز يكمل فيها فدين خطوات المفروض تحصل من اتحاد القرى ولكن تصريح الحاج عامر يعني لا لازم ياخد باله من التفاصيل دي مش تاخد رد الاهل وتبعاته للفيفا رد الاهل للحضرتك وتعمل تحييء وتتخذ قرار وبعكد تبعاته للفيفا دي نقطة مهمة جدا كان لازم اشرح عشان الناس على السوشيال ميديا مش فهمة ابعاد الموضوع ايه الموضوع صغير والموضوع تافه بس بعض المسئولين لو ما خدوش قرار صح او ما تصرفوش تبقى للخطوات اللي الفيفا عايزها هو هيقبر الموضوع ويعامل موضوع من لا موضوع قديني من بدرة هو قلت لاتحاد القرى عشان ياخد قراراته بسرعة ويقفل الملف ده بدل التصرحات يعني للأسف الهدف منها هيكون استهلاك بس كده على السوشيال ميديا وترند واخبار ومعلومات وهو الموضوع قصة مفوضي تقفل من اسبوعين تلاتة يعني دي قسية قسية تالتا